كخطوة أساسية لجلب المستثمرين نعمل داخل الحكومة على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية لاستثمار وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذا المراكز بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة لمقاولات والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المراكز الجهوية لاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة والذي سيعمل على تفويد بعض صلاحيتها للمتعلقة بما فيها الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وفيما سيتولى الولاد وفق التصور الجديد مهم التنصيق وسيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو أي مشروع اشتركوا في القناة